وانا اتحدث معاكم مسألة الصيادين الكويتيين السعودي والكويتي برحل حكومة اعلنت بصراحة انه دخلوا بمنطقة محرمة اكوا عبوة قديمة انفجرت عليهم وماتوا زين لما تراهم هيش خبر امام راي عام سعودي وكويتي رايحين عندك دولتين راح يسئلون عن مصير ابنائهم وتنزل صور انه السيارة محتلة وجثث متفحمة بالارض طالعين منعدها بالقاع والطير مالتهم اللي يصيدون به ما ميت زين احنا خبرنا هاي السنين كلها جبناها من الاثمانينات للكويت لداعش للحرب الاهلية لعبوا من الطق على سيارة تشيلها ودقها بالقاع لعبوا من الطق يدوسها تاير التاير ينفجر وينلغي ليش يدخلون نفسكم وبهيش موقف سيارة محترقة بمكانها وبها طير جوا ما ميت يموتون اثنين يتفحمون والطير مغلف عيونه عتبي من خلال هذا الكلام نهاية حلقتنا لهذا اليوم عتبي على مدونين يتناقلوا معلومة اللي مدون اسمه الرحالة محمد الميموني كويتي كاتب العراقيين هذا ديدنهم الغدر وعدم اكرام الضيف وكذا واللهم اجعل بيننا وبينهم جبل من نار حيش كاتب محمد الميموني الرحالة محمد الميموني اللي ما يقدر يطب على تويتر يكتب الرحالة محمد الميموني يرجع لالفين واربع عشر عنده تغريدة حاط قوات الارهاب الدواعش حاط لهم خريطة بالعراق وكاتب اخواننا المحررين الموحدين يطبقون السيطرة على ثلاث محافظات في العراق حشرك الله مع اخوانك المحررين والموحدين اللي ينكنسوا خارج العراق وان شاء الله يعني اذا انت تتمني يكون جبل من نار بين الكويت والعراق فتعرف الجبل من نار هذا حسب معطياتك لازم ينحط من اي جهة